ده ده سؤال حضرتك هو فكرة استخدامنا المفرط للسوشيال ميديا او للموبايل مثلا طول الوقت ماسكه ده مرض نفسي؟ لا بس بيعمل ايه بيعمل حالة من التوتر وفي بعض الناس بيدخلوا في مرض نفسي في بعض الناس بيدخلوا في ادمان الانترنت وده بيقضي ساعات طويلة ومع تركيزه الشديد يحصل نوع من الشد ويبقى عصبي لانه متوتر وما بينامش كويس وكل شوية عايز يشوف مين اللي نزل بوست مين اللي عمل لايك من اللي عمل شير من اللي عمل كومنت يعني بيوصل لموضوع كده ممكن يوصل لمرة نفسي اه في ادمان الانترنت يعني في ادمان انترنت لو بقى بيلعب فيديو جيمز الفيديو جيمز بقى اللي منها البلاي ستيشن او الفيديو جيمز اللي على الانترنت دي برضو خطيرة جدا ليه؟ لو تخيلت الشاب بقاعد على الفيديو جيمز او على البلاي ستيشن اربع خمس ساعات في اليوم تعارف الشباب بيقعدوا على ايه بيقعد على حاجات كلها في عنف يعني اغلب السيديهات اللي بتتبعث للبلاي ستيشن واغلب الحاجات اللي عليها اقبال على الانترنت في الفيديو جيمز الحاجات العنف اللي فيها قتل ودم ودبح مش عالفيه كلامين ده واستخدام اسلحة كتير هيقولك فورفان يا دكتور يعني بنلعب اه بتبان كأنها كده لكن هو الحقيقة بتقلل حساسيته لحرمة النفس البشرية ويعتاد رؤية الدم ويعتاد منزل موت مش بس بيعتاده ده هو بيستمتع وهو قاعد طيب ده برضو ياخدنا لفكرة استخدام العنف المفرط في بعض الافلام في بعض المسلسلات ده برضو بنفس النتيجة انه برضو في السنوات الاخيرة في افلام ومسلسلات كتيرة في عنف مفرط وعنف دموي وللأسف الشديد اللي بييجي اللي بيمارس العنف بياخد دور البطل الجذاب جدا للشباب والمراهقين بزبط فده يؤهلنا اكتر احنا نكون اكتر عنفا في المواقف المختلفة بيسموه النمذجة او التعلم بالنمذجة ده نموذج او مودل فاي شاب بيشوف ده بيعجب بيه حتى لو هو بيقول كده بلسانه لكن هو معجب بيه بمظهره بشكله بقدرته وانه هو قادر ياخد حقه وقادر يخوف الناس منه ورافع راسه مش عارف ايه فده بيتعمل يعني ايام فيه يعني كان احد المسلسلات شغالة في رمضان كان فيه في المسلسل مشهدين مشهدين فيهم عنف مفرط جدا وفيهم ازلال للاخر وحاجات بالشكل ده المشهدين دول اتنفذوا تاني يوم وثالث يوم في الواقع في يعني فعلا حصل في بلدين تم تطبقهم على طول بنفس الشكل تم تطبقهم بالضبط يمكن افكرك لما جابوا جاب شخص كده ولبسوا اه بلاش نقول اه مثلا احنا بقولوش اسامي اه بس قول يعني اه او لما دخلوا على قهوة وعملوا مش عارف كأنهم بيرش نموس وعملوا يعني غيامة شديدة جدا وبعند دخلوا بقى ايه اضربوا الناس في القهوة فهنا ادى موديل للعنف انه ده سلوك مقبول بل بالعكس سلوك يفخر بي